يبدأ الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة اليوم زيارة الرسمية العسكرية لبريطانيا والتي يزور خلالها قاعة الخليفة بوحدة المضليين البريطانيين بمعسكر سان أذان بمدينة ويلز التي افتتحها سموه في عام 2015 والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الاستراتيجية القائمة بين قوة دفاع البحرين والجيش البريطاني متمثلة بقوة الحرس الملكي الخاصة وكتيبة المضليين البريطانية برنامج سموه تضمن عقد عدد من اللقاءات والمباحثات مع قادة القوات الخاصة البريطانية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية والشراكة بين قوة الحرس الملكي الخاصة والقوات الخاصة البريطانية من أجل تطوير قدرات أفراد وعناصر قوة الحرس الملكي الخاصة وزيادة كفاءتهم وجاهزيتهم القتالية وأكد الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين تربطها علاقات وثيقة وتاريخية مع المملكة المتحدة امتدت لأكثر من 200 سنة والتي تحققت من خلالها العديد من المجازات وعلاقات التعاون والتنسيق المشترك بمختلف المجالات لسيما المجال العسكري بفضل دعم قيادة البلدين الذي تواصل في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عهل البلاد المفدح وصاحبة الجلالة الملكة إليزابة الثانية ملكة المملكة المتحدة وقال سمو تأتي هذه الزيارة استكمالا للشركة المتواصلة بين قوة الحرس الملكية الخاصة والقوات الخاصة البريطانية والتي بدأت بقامة العديد من التدريبات المشتركة التي عززت من هذه العلاقة وتحقيقها للعديد من الأهداف التي ساهمت في زيادة الكفاءة العسكرية لدى أفراد وعناصر قوة الحرس الملكية الخاصة متطلعا سمو في هذه الزيارة لزيادة أطر التعاون مع القوات البريطانية وكان سمو قد غادر العاصمة الفرنسية باريس بعد أن اختتم زيارته التي شهد سموه التمرين العسكرية المشترك بين أفراد قوة الحرس الملكية الخاصة وأفراد القوات الخاصة الفرنسية والذي جار بمنطقة بياريتس والذي اجتمل على برنامج تدريبي تضمن تنفيذ سلسلة من الأنشطة والتمارين التي تساهم في اكتساب المزيد من الخبرات الميدانية العسكرية ترجمة نانسي قنقر